تابت المروه الآن يعني حضرتك ثرتي موضوع مهم أنه في حالة اعتزالك ماكو بديل وهاي قمة الكوارث ويمكن الآن دانة من اعتزلة أو على أبواب الاعتزال ما رح تجي رياضية يمكن بهذا المستوى مثل ما اعتزلت إيمان صميح وماكو بديلة واعتزلت ميساء وماكو بديلة وأكو أسماء كثيرة اعتزلت ما إلها بدائل وهذا الحال ينطبق على بقية الألعاب كيف سنعالج هذا الموضوع لأن الحال إذا بقى كابتن مروه معناتها رياضة نسوية اختفت وتلاشت خلال سنوات طبعا بداية هي المنافسة لتولد الأرقام العالية صحيح فإحنا المنافسة بدأت تنعدم عدنا التطور هم يعني مو عالي عدنا فالرياضيين بدأوا بسبب؟ بسبب نحتاج إلى خبرات تدريبية أكثر يعني المدربين هم 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 نحتاج إلى مناهج تواكب الأحداث أو التدريبات اللي دا صير يعني العالم في تطور مستمر نحن مناهج جدًا التدريبية قديمة أنا من اليوم كمر ونزلت سباق سويت رقم عراقي 48 متر يصير أنا وورا السباق أرجع النفس المنهاجي التدريبي زين وين التطور؟ لازم أكو تغيير بالمنهاج لازم أكو تغيير بالتكرارات لازم أكو تغيير بالشدة بكل شي لازم أواكب التطورات اللي دا صر بالعالم أنا اليوم السابق ويا رياضية في بطولة معينة وبمستويات متقاربة جدًا أو أنا شون ما نقول مستوي أعلى من مستويها ببطولة القادمة أشوفها متطورة عني بكثير يعني بمسافة مو عادية بعشر مترات وخمسة عاش متر ليش؟ لأنه ليواكبون التطورات أكو خبرة تدريبية عالية مدربين ما مقصرين بس لازم يدزوهم للخارج هم ما مقصرين لكن لازم لازم يواكبون الأحداث اللي دا صير هذا العدم التطور الذي يصر عندنا هم دا يخلينا بعيدين كل البعد عن باقي الدول ترجمة نانسي قنقر